السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم شباب النهاردة بقى اخر محاضرة في جزئية الموليشن ماس تري جيني سري 1.4 ترابل اه، بوينتيرو ترابل شوتينج اه، هنتكلم عن شوية مشاكل بتحصل في الجين أسل سري وهنشوف ازاي نحلها، فنبدأ باسم الله الرحمن الرحيم انا دولاتي هروح على الـ local server او انا اسف على السيرفر اللي انا اشغال عليه طيب بيظهر قصادي مثلا بصوا شباب فيه شوية حاجات كده عايز اقولها الكوة انا مثلا لو انا عملت دراج الراوتر انا عملت دراج الراوتر هنا كليكي مين على الـ task manager تمام هلاقي ان الراوتر بيفتح بروسس جوه البروسسور اسمه الـ dynamics والـ Ethernet switch ده برضه بيفتح بروسس اسمه الـ dynamics board طيب بيظهر عندي مثلا شوية حاجات ان انا جيت مثلا الـ project مثلا انا فاتح project كده مثلا يجي شوية مثلا يحصل عندي حاجة ان الـ gns3 علق اوكي فبيحصل ايه يوم الراجل جاي ايه الطالب يوم جاي كده انا وايب بعمل كده تمام بس اعايزين نشوف اللعيب ده ممكن يعمل ايه اهم انا قافل gns3 من هنا هوب تمام كده هم قافلوا من هنا خلي بالك يفضل الـ dynamics هنا شغال يفضل ايه الـ dynamics هنا شغال تعالوا مثلا نجرب اه نفتح مرة تانية الـ gns3 وها اه اه اقابل ريسنت برجيكت ممكن اه اقابل كده اه فايل recent project مسلا لو project ده اه بصوا شباب يقولك ايه unable to create the aministance router 1 مش قادر يشغل router 1 اوكي طب ليه الكلام ده لان انا فيه بروجيكت انا مسلا كنت مشغله وافضل محافظ على الديناميس عنده فطبعا انا عشان احل القصة دي بيعمل ايه يعني خلي بالك انا بروجيكت اللي قبله افلت بس الديناميس ما تقفلش تمام فانا القصة عندي احلها ازاي انا منطل بساطة ايه طيب هاجي كده من جين ناساسي اقفله من هنا طيب الجين ناساسي في ايم ده افلت ما هو اراخر طيب نقفله ونفتحهن تاني الحل عندي بقى ايه ان انا اقفل الدينامي بس ده اعملو اند تاسك يعني انا هامل هنا اند تاسك وهنا عامل اند تاسك وااجرب اشغل البروجيكت مرة تانية واجتغل معيك زي الفول اه نشوف كده يشغل نراجه من بقى ميبوروان الجين ناساسي الديناميس طيب ده كلام جميل جين ناساسي فاتح عندي جين ناساسي في ايم افتح تاني طبعا انا بفضل ان انت تفتح الـ GNS3VM قبل ما تفتح الـ GNS3 مع ان انت لو فتحت الـ GNS3 هيفتح لك الـ GNS3VM automatic بس انا بفضل تفتح الـ VM الاول الـ recent project التاني اهو بدأ يشتغل اهو اهو بدأ اهو بدأ ايه يشتغل فدي اول مشكلة قريبنا ازاي نحلها اول ما تفتح كده تلاقي الـ router عندك مثلا اه 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 مجعمل لك ان هو الرسال اللي هي جات لينا دي اللي هو مش قادر يشغل الـ router ده برضو حل مشكلة دي بالطريقة دي بعض المشاكل برضو يقولك مثلا ايه تفتح الـ GNS3 اوكي انا مسلا هفتح هنا افتح الـ GNS3 انا بس في عندي كنقريبا تهنيجة في الـ server اوكي طيب منعمل close هنا هنا تمام أوكي طيب ممكن نفتح كده GNS stream مرة تانية اهو بقى انا كده مثلا جيت اه لا انا هافل هافل يعني بصة شاك في بعض المشاكل مثلا يجيب لك رسالة اللي هو قليلا ام انا في ملحوظة يعني انا مش فاكر انا قلتلك ولا لا لا كالكوليت للا اه من انت تيجي عشان التقلل حدوث المشاكل معاك اي برنامج نتورك سيكا انترنت سيكوريتي تقفلو دي اول حاجة تقفل فايرول بتاعو وتقفل فايرول موجود عالويندوز وتروح عالالالاو أب وتعمل ايه مسلا دينامس عندي هنا ببليك برايفت ببليك برايفت عملو هنا ببليك برايفت عشان اقل الحدوث المشكل معايا الجين اساسي سيرفر هنا ببليك برايفت اهو تمام اليوبريج اليوبريج برضو اهو المسؤول عن الكنيكشن بين جين اساسي و فيموير اوكي اهو بعمل بعمل طبعا الحاجات دي دي بتقلل طبعا احتمالات حدوث المشاكل معايا اه حاجات تانية مسلا اه لو قالك مسلا هو كانت كونكت تول اي بي ده على بورت 8000 كل اللي عليك ان انت هتعمل اه مسلا تنقلو على 127001 دوس ابلاي اه طبعا بس انا مش هقدر اعمل الكلام ده عشان انا فتح اتنين جين اساسي سري اه ما تفتحش اتنين جين اساسي سري مع بعض اوكي ما تفتحوش اتنين جين اساسي سري مع بعض هرجع لدا تاني او افتح هنا برفي رنز او كونكشن رفيوس بسو او كونكشن رفيوس تاايب يعني ان الهلى بقى ال 127001 ونعمل apply اهه تمام بيقولي بعد اذنك انت عندك فيه اه 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 بروجيكتين تشغيل عليه طب اقفل البروجيكت ده اعمل مسلا نيو بروجيكت كده نيو بلاينك بروجيكت يعني حيث انا اعتبر اقفل البروجيكت من جيل مقفل ال جي انس سري هنروح تدست على اه نيو بلاينك بروجيكت اللي جنب الاوبن بروجيكت هورها لكم برضو دست عليها ازاي عشان لي ممكن ماكنش ظهراتكو في الفيو بصوا شباب انا عشان شغلت جي انس سري كازا جي انس سري مع بعض فالاولاني ضرب تمام لحل انا اعمل ايه ها اه اتأكد ان اه بصوا داينامس موجودة هو في داينامس موجودة هو تمام اهو مفيش اي جي انس سري او داينامس موجود طيب كلام جميل افتح ال جي انس سري او داينامس موجودة او داينامس موجودة لكم تمام او انا اروح هنا بروي فرينس لوما حصلت عندي مسلا مشكلة بيقول لي ان هو مش عارف يكونكتة على الاي بي بتاع الهوست بايندينج كاشوز واعمل ايه؟ هروح هينا لي السيربر نصغر البس بوكس ده ونروح على اللوكل سيربر هروح على الهوست بايندينج وـــــــــــ... أنقل هو على ه apologies الـــ؟ هعمل apply China تمام؟ حلو عمل apply buildings وعمل كنكت عليه ارجع مرة تانية للالآي بي التاعي اللي هو واحد وثميتين يعني كانية بعمل refresh كده هيحل لك المشكلة اللي هو ممكن يقول لك اه 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 او انت فعلا تشكي ايه في الانت ايه في الفايروول يا شباب انا خصوصا النورتون النورتون بيعمل مشاكل مصايب معالجين ما حدش يحط النورتون او الابيرا او البرامج دي كل او محدش يحط البرامج دي عايز تحطها حطها كانتي فيروس ويستحسن ما تحطهاش اعتمد على الموجودة يعني انت ويندوز اه ايد point one اللي انا نشغال عليه هو عليه ويندوز انت فيروس معاي فانت مش محتاج تنزل اوكي طيب ايه دي برضو ايه مشكلة طيب ما يه مشكلة كمان بتظهر انا هامل اه هامل هنا برضو ايه اوبلاي اوكي اده الابلاي تمام ا المشكلة بقى التانية اه مسلا ممكن واحد يحصلو ييجي مثلا يضيف فيم نت من هنا تمام انا اضيفني فيم نت جديدة مثلا فيم نت عشان كده انا قلت هنصطب الكروت الاول قبل تصيب الكروت الاول قبل تصيب الكروت يجي مسلا نضيف لي فيم نت هنا فيم نت 14 انا طبعا عشان الحاجة دي عملها هتبس هافل من هنا تمام اتأكد بس هنا ما فيش فاتح اي بروسس اش فاتح اي بروسس تم تمام مش فاتح اي بروسس طيب انا ضبت عام اشعل تشيلي وعمل اطلاعي اوكي تمام تمام جدا طيب اه امتح يجير ناساس ري اهو تمام اه انا مثلا عاة اه هنزل سويتش كده اي ج regularly اوكي وهنزل host اهو تمام واوصل من vmnet اه ايه بقى vmnet 14 اوصله للسويتش اهو ابصوا دي مشكلة بتحصل مع ناس كتير يقول server error طالما انت ضفت يقول لك مثلا طالما انت ضفت ال vmnet بعد تصطيب فانت محتاج ترفرش على ال jns3 مرة تانية ان انت هتستطابه مرة تانية طيب انا هنعمل بقى الكلام ده ازاي هل كده مش مهندس هتطر اشيله واده اعمل من اول وجديد لا لا انت مش هتعمله انت مش هتعمله انت كل اللي انت هتعمله هتستطابه مرة تانية انا مثلا اهو هروح على الان tools تمام هتستطابه بالطريقة دي اوكي اهو ناكست. اهه. وانا نعمل ستارت دي انا اسس ري. طبعا هو بنسبة كبيرة مش هيعمل برضو كنك تجيب لك نفس المشكلة. ساعتها هتعمل ايه? ساعتها هتراستر الجهاز بتاعك مرة تانية. انت هتراستر الجهاز وهت هتجرب هيشتغل معك آآ زي الفل. بس احنا كده ندي تجربة كده يعني. تمام? ممكن ايه? ما نحتاجش ان احنا نراستر لان اوقات محتاجش معايا انه هو ايه راستر. اهه. تمام. اوكي نوصل مبينة 14 الجديدة اللي انا ضفتها. اهو كده. كده محتاج ان ايه تراستر. اهه. تراستر الجهاز. الهوست. اوكي تمام بقى انا اه هراستر بقى ايه السيربر. اه طيب انا راسترت السيربر. اه نعمل كنكت. اه. تمام. نفتح ال尾ول نفتح ال尾ول نفتح ال尾ول نفتح ال尾ول نفتح ال尾ول ال尾ول. مه. اوكي. پاورون. تمام اهو فتح اهو. اروح ال尾ول اجاح. اوكي طيب نجيب وردو هوست ونجيب سويتش مثلا اثيرنت ونوصل من بم نت اربعتاشر الى مين اهو اهو اوصل اهو تمام فالطبع عن دي من اشهر المشاكل اللي بتقابل بعض الناس في شغلهم على ال جي الناس سري وي الفي ام وير انا اعتبر خلاص الفيديو اتمنى تكونوا المحاضرة عجبتكو اشوفكو على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته